ازاكم شبابا عاملينيه اتمنى ان تكونوا بخير. طبعا بناء على رغبتكم في العديد من المتابعينا اللي بيفضل المنح اللي بتكون في الدول العربية. علشان كده النهاردة هتكلم عن منحة جامعة ميدل سيكس للدراسة في الامارات العربية المتحدة. منحة ممتازة بتوفر لك العديد من المميزات. هنتعرف خلال الفيديو بتاعنا على تفاصيل المنحة. قليات اللي موجودة في المنحة. المميزات اللي بتعديم عليك المنحة. وكمان هنتعرف على المستندات اللي تكون مطلوبة منك. وشرح طريقة التهديم عن المنحة خطوة بخطوة. فلو انت عايز سلسفين من الفيديو. تابع الفيديو من البداية للنهاية. لو عندك اي سؤال واي صفصار انا مذكرتوش في الفيديو بتاعنا. اتفضل سيفو الكومنتات. وانا هرد عليك ويريد في نهاية الفيديو ما تنساش. تدعمنا بلايك وتعمل سبسكرا واشتراك في القناة وتفعل الجرس. نعمل منك الجودل بنحاول نقدمها. ويلا بينا نروح على الليب توب بتاعنا. ازيكم يا شباب مرة تانية زي ما قلنا هنتكلم عن منحة جامعة ميدل سيكس للدراسة في الامارات العربية المتحدة. وطبعا زي ما احنا متعودين قبل ما ابدأ شرح طريقة التهديم خلينا نعرف مع بعض ايه هي تفاصيل ومميزات المنحة بتاعتنا. بالنسبة لتفاصيل المنحة في الدولة المستضيفية للامارات. الجهة المنحة واسم الجامعة المقرر الدراسة هي بها يا جامعة ميدل سيكس المراحل الدراسية اللي تقدر تقدم عليها تحصل فيها على درجة علمية. هي البكالوريوس والماجستير يمكن لجميع الطلاب من جميع الحال العالم بالاخرص جميع الطلاب العرب اللي بيتابعوا قناتنا يقدروا يقدموا على المنحة دي. سواء كنتم من مصر من ليبيا من تونس الجزائر المغرب المملكة العربية السعودية عمان سوريا اليمن اي دولة عربية انا ذكرتها مزاكرتاش ممكن حضرتك تقدم على المنحة دي. مفيش سن محاذر للتقديم وخلي بالك ان المنحة دي من المنحة اللي بتكون فتحة طوال العام وتقدر تقدم عليها في اي فترة من السنة. تمام? طيب هنا في بعض الملحوظات الهمة لو انت عايز تقدم على المنحة دراسية بنفسك. انت بتقدر تتابع خطوات شرحة تفصيلة بتقدمها لقناة دكتوري المنحة كالعادة. لو انت عايز تستفيد من خدماتنا سوف تقديم على المنحة دراسية. او تجهزة مستندات او ترجمة مستندات لاي لغة كل اللي عليك ان انت بتملأ خاص بينا. واللي بتلاقي اللينك بتاعه موجود سندو الوصف اسفل كل فيديو من فيديوهاتنا. وفريق تقديمات قناة دكتور المنحة يبدأ يتوصل معكم. ما تنساش تشارك في جروباتنا على الفيسبوك والوصف والتيليجرام لمتابعة كل ما يخص المنح اول باول. ايه هي كليات والتخصات المتاحة التانية على في المنحة بتاعتنا. بتلاقينا هنا تكتب واملك باللغة العربية موجودين هنا باللغة الانجلزية. وده الموقع الرسم الخاص بالمنحة واللي تقدر تطلع على جميع الكلية وتخصات المتاحة زي القانون زي دارة العمال المحاسبة علوم والتكنولوجيا الصحة والتعليم. كل ده بتلاقي موجود في المنحة بتاعتنا. تمام? طيب هنا بالنسبة مميزات المنحة والتمويل. خلي بالك ان المنحة دي من المنحة الجزئية. يعني حضرتك ممكن تحصل على منحة مموالة بالكامل بتمويل مية في المية. ممكن تحصل على تمويل عشرين في المية. خمسين في المية. خمسة وسبعين في المية. ده بيعتمد على قوة بتاعك وبيعتمد على قرار المسئولين عن المنحة. هم هيدو لك منحة كم في المية. تمام? بتغطي لك الاقامة المجانية بتوفر لك كمان مصاريف استخراج التأشيرة وبتوفر لك التأمين الصحي. تمام? طيب بالنسبة المساندات المطلوبة للتأديم. طبعا هتم لها خاص بالمنحة. لازم جميع البيانات المدخلة تكون فقط باللغة الانجليزية. واي يوم السنة دي انت هترفقه لازم يكون باللغة الانجليزية. هيكون طالب منك صورة من جهاز الصفر. لو انت بتقدم على باكالوريوس هيكون طالب منك صورة مش هتتخرج بيان درجات السنوية العامة. لو انت بتقدم على ماجستير هيكون طالب منك صورة مش هتتخرج بيان درجات الباكالوريوس. تمام? لو انت في اخر سنة في السنوية العامة عايز تقدم على باكالوريوس. اتقدم لبيان درجات الصف في السنة السنوي وازبات يضل ان انت في الصف السلس السنوي لو انت بتقدم على وانت في اخر سنة في فانت بترفق لك خمسة خمسة في المنحة دي لازم تعدم له مش هينفع تقدم له اثبات يدل ان الدراسة السابقة بتاعتك كانت باللغة الانجليزية. طيب بعد كده هنا حضرتك خلي بالك من حاجة مهمة. انت لما بتملع انت بتفهم خاص بالمنحة. تمام? لازم انت تتواصل مع الجامعة وتحصل على قبول في احدى البرامج اللي انت عايز تقدم عليها واللي هي موجودة هنا قدامك. بتتواصل مع الجامعة عن طريق التواصل مع البريد الالكتروني الخاص بالطلاب الدوليين الخاص بجامعة او ممكن تتواصل مع احد مسئولي الجامعة عن طريق البريد الالكتروني ده. تتواصل معهم انت عايز تقدم على الجامعة بتاعتهم عايز تقدم على التخصص معين. طيب التخصص ده ايه الاوريال هكون مطلوبة منك? هو هيبعت لك المستندات المطلوبة. بالتالي حضرتك بتبدأ تبعت له المستندات المطلوبة. عشان تقدر تحصل على قبول وبتقدر تقدم على المنحة الدراسية. تمام كده? طيب هنا في بعض المنحة الاخرى تم مشار حالة كانت دكتور المنح وياريت ما تفوتش فرصة انك تقدم على واحدة من المنحة الحكومية اللي نزلة. سواء كانت منحة الحكومة الروسية ومنحة الحكومة الرومانية او منحة الحكومة الهنغرية او منحة الحكومة الصينية او منحة للدراسة في المانيا. دي كلها منح ممتازة بتقبل اعداد كبيرة من الطلاب. تمام? هنا لو جيت معي بتلاقي برضو المنحة الاخرى. في العديد منها من المنح اللي متاحة ومش بتطلب منك شادي بتجيه لغة انجليزية للباكل الريوس والماجستير والدكتوراه. كل منحة مشروحة بالفيديوهات خطوة بخطوة. طيب هنا بتلاقي ده الموقع الرسمي خاص بالمنحة لو ضغطت عليه تفتح مك الصفحة دي. هنا بتلاقي كل حاجة تخص جامعة والمنحة المقدمة من قبلها. بتقدر تطلع على كل حاجة وترى كل حاجة بنفسك من هنا. انت لو عايز تجي تقدم على المنحة بتيجي للتقديم على المنحة مباشرة من هنا. بتفتح معاك الصفحة دي. طبعا هنا دي للتسجيل لو انت كان عندك سابق لكن لو ما عندكش بتيجي لو بتضغط على بتفتح معاك الصفحة دي بتعمل عن طريق ان انت تختار اللقب بتاعك والمسمى بتاعك. بتكتب هنا اسمك اسم العائلة. البريد الدكتروني بتكتب بريد مرة تانية. بتكتب تاريخ منها دك كلمة السر وكلمة سر مرة تانية. بتضغط على بعدك. بتايجي في الصفحة دي. بتقدر تكتب بريد الخاص بيك وبتقدر تكتب هنا كلمة السر وبتضغط على خلي بالك ان انت بعد ما بتعمل بيجي لك رسالة على بريد الالكتروني الخاص بيك. الرسالة دي فيها اللينك تنشيط اللينك ده انت بتقدر من خلاله تنشط الحساب بتاعك. بعد كي بتجي الصفحة دي بتكتب بريد الكتروني كلمة السر. تضغط على وبيدخل معك على ونشوف مع بعض شرح طريقة التقديم. زي ما كنا شرحينها قبل كده هي نفس شرح طريقة التقديم. تعب خطوات التقديم لو انت عايز تقدم بطريقة صحيحة. وبعد كده هنا فتح معنا الابليكيشن واحنا مطلوب مننا ان احنا نملأ الخمس مراحل دول. اول حاجة هنا وهي هو هنا بيقول لك هل انت مواطن اماراتي فانت هنا بتختار. لو انت مواطن اماراتي بتختار ياس لو لا بتختار نو. خلي بالك اي حاجة عليها النجمة الحمرة دي فانت لازم تملاه. هنا طبعا بالنسبة للطايتل والفرست نيم والايميل ادرس طبعا دي حاجات انت دخلتها وانت بتعمل كرييرت انا اكاونت وانت بتعمل اكاونت فانت هنا هتلاقيهم مكتوبين. طيب بعد كده في انت بتفتح السهم وبتختار الجندر بتاعك سواء ذكر ام انثى. بعد كده هنا في بتكتب تاريخ ميلادك. هنا بتكتب الدولة بتاعتك وهنا الجنسية بتاعتك. طبعا ده هتسيبه فاضي لو انت مش مواطن اماراتي فانت مش معاك اماريس اي دي مش معاك اي دي اماراتي. بعد كده هنا بالنسبة للباسبورت نمبر في حالة انك معاك باسبورت فانت هنا بتدخل رقم الباسبورت لو مش معاك خلاص بتسيبها فاضية. ولو معاك باسبورت طبعا هنا انت بترفق له صورة من الباسبورت بتاعك. بعد كده هنا بيقول لك لو انت بتواجه اي حاجة من الحاجات دي. يعني مسلا لو انت عندك مشاكل صحية او مشابه زلك انت بتبدأ تختار ولو فعلا عندك حاجة زي دي لقدر الله انت طبعا بتبدأ ترفق له الاوراق اللي بتثبت كده. بعد كده هنا بيقول لك هل انت محتاج اي خدمة من الخدمات دي? طبعا احنا محتاجين ومحتاجين فاحنا هنختار مسلا الفيزا هنختار هنا ولو انت برضو عايز اللي هي التنقلات انت ممكن تختارها. بعد كده هنا هو بيقول لك انت ازاي سمعت عننا فانت بتفتح السهم وبتختار اي اجابة. الاجابة دي مش بتفرق معك فحاجة. بعد كده هنا في هو مطلوب منك هنا ايه? انت مطلوب منك انك تدخل العنوان بتاعك. هتدخل هنا الشارع بتاعك مسلا هتدخل هنا اسم المدينة وهنا اسم الدولة. ومحافظة اللي انت عايش فيها. مسلا هنا بالنسبة فانت بتروح على جوجل وبتكتب زي اسم المنطقة او المحافظة اللي انت عايش فيها. بيطلع لك الرقم وانت بتكتب الرقم ده هنا. بعد كده هنا انت بتدخل رقم تليفون وبعد كده بتيجي هنا بتضغط على عشان خاطر يحفظ لك كل البيانات اللي انت دخلتها هنا بحيس لو انت عايز مسلا تطلع من وتدخل عليه مرة تانية تكون كل المعلومات دي محفوظة وبعد كده عشان خاطر يدخلنا على المرحلة التانية في بعد كده هنا بنيجي للجزء التاني الخاص وهو هو طبعا هنا متديلك زي مسلا رغبتين لو انت عايز تدخل هنا الرغبة الاولى بالنسبة لك ولو عايز تدخل رغبة تانية ممكن تدخلها هنا طيب هنيجي مع بعض لان الرغبة الاولى هي رغبة اكبارية طيب هنا بيقول لك انت هتبدأ دراسة امتى فالمرحلة الموجودة دلوقتي في الدراسة اللي هي سبتمبر عشرين عشرين بعد كده هنا هنيجي مع بعض الجزء الخاص بالليفل هتفتح السهم وتبدأ تختار انت عايز مسلا اللي هو انت عايز تروح تدرس او لو انت مسلا عايز تروح للدراسات العليا زي المستر طيب انا هملة معاك هنا على اللي هو الناس اللي عايزة تروح تدرس هنضغط هنا مع بعض على وبالنسبة للناس اللي عايزة تدرس ماستر فهيتمشي نفس الخطوات اللي احنا هنمشيها دلوقتي مع بعض بعد كده هنيجي للجزء الخاص بالبروغرام هنفتح السهم مع بعض هنا وهنبدأ نختار البرنامج اللي احنا عايزين ندرسه من البرامج اللي موجودة قدامنا هنا يعني مسلا انا هختار معاك اي حاجة مسلا زي بعد كده هندخل على المرحلة اللي بعد كده وهي هو هنا هتلاقيه بيقول لك ان الدراسة بتاعتك هتكون طيب وهنا انت عايز تلطحك من اي سنة السنة الاولى او التانية او التالتة انا هنا مختار من السنة الاولى على اساس مسلا طلبة السنوية العامة او الطلاب اللي عايزة تروح هناك وتدرس الباكالوريوس من اول سنة طيب لو انت عايز تدخل رغبة تاني ممكن تدخلها هنا لو عايز تسيبها فاضية وعايز الرغبة الاولى فقط فانت ممكن تسيبها عادي جدا بعد كده هنا هتضغط على وانا بنصحك انك تدخل رغبة تانية علشان خاطر توسع فرصة القبول قدامك بعد كده هنا هتيجي تضغط على هنيجي في الجزء التالت من وهو اول حاجة هنا بيسألك عن بيسألك عن اللغة الانجلزية بتاعتك بيقول لك هل انت معاك شهادة او شهادة طفل او شهادة اللي هي لو انت معاك شهادة من دول فانت بتبدأ تعلم على المربع اللي انت معاك شهادة اللغة بتاعته. يعني مسلا انا معايا طفل فانا هاجي هنا وهاتشج على مربع الطفل وهلغي هنا مثلا مربع ازر. بعد كده هنا انا علمت له على شهادة الطفل فانا مطلوب من هنا ان انا ارفك له شهادة طفل. طيب لو انا مش معايا ولا شهادة من التلاتة دول انت ممكن تيجي هنا وتضغط على ازر وترفق له الشهادة اللي معاك. ولكن يفضل انك يكون معاك شهادة من التلاتة اللي هو مقترحهم عليك. سواء او او اكاديميك. بعد كده هنيجي هنا في جزء الاكاديميك في جزء الاكاديميك ده انا هكتب في ايه? لو انا طالب دلوقتي في السنوية العامة وعايز اقدم على فهنا انا هبدأ اكتب اسم المدرسة السنوية بتاعتي في الجزء ده. هكتب هنا الدولة اللي موجودة فيها المدرسة السنوية بتاعتي. هكتب المدينة اللي موجود فيها المدرسة السنوية بتاعتي. وهنا بعد كده في الجزء الخاص به او طبعا احنا مسلا طلاب السنوية العامة في مصر على سبيل المثال بتكون الدراسة بتاعتنا اتناشر سنة اللي هما ست سنين ابتدائي وتلات سنين اعدادي وتلات سنين سنة فهو هنا بيقول لك اللي هو انت مسلا لو النظام الدراسة بتاعتك اللي هما اتناشر سنة فانت هنا قل اللي عليك انك هتكتب بالطريقة دي هتيجي هنا تكتب وبعد كده ده في حالة انك طالب سنوية عامة وبتقدم على برنامج طيب وهنا بالنسبة لجزء فانت هتكتب هنا تخصص بتاعك لو انت كنت علم علومة تكتب علم علوم لو انت علم رياضة هتكتب علم رياضة لو ادب هتكتب ادبي وبعد كده هنا هتدخل تاريخ التحاقك بالسنوية العامة وهنا بيقول لك تاريخ تخرجك او التاريخ اللي انت متوقع انك تتخرج فيه من السنوية العامة فانت بتيجي وتكتبه هنا طيب في حالة اني طالب جامعي وبقدم على هعمل ايه هتيجي هنا هتكتب اسم الجامعة اللي انت كنت بتدرس فيها المرحلة الجامعية بتاعتك اول هتكتب الدولة اللي كانت فيها الجامعة بتاعتك هتكتب هنا اسم المدينة اللي كانت فيها الجامعة بتاعتك وهتيجي هنا هتكتب في الجزء ده مسلا انت حصلت على درجة فانت هنا هتيجي تكتب اللي هو درجة بالطريقة دي. وبعد كده هنا في هتيجي هنا تكتب التخصص بتاعك. انا مسلا التخصص بتاعي كان كيمستري فانا كاتب هنا كيمستري. بعد كده هنا انت هتيجي تكتب تاريخ التحقق بالجامعة وتاريخ تخرجك من الجامعة او التاريخ اللي انت متوقع انك تتخرج فيه من الجامعة. بعد كده هنا لو انت مسلا دراست في جامعة تانية فانت ممكن تيجي تضغط على وهتبدأ تدخل بيانات ومعلومات الجامعة دي. لو ما دراستش في جامعة تانية فانت ممكن تسيبها فاضية. بعد كده هتضغط على بعد كده بنيجي للجزء الرابع من وهو الجزء الخاص ده الجزء الخاص برسوم هو هنا بيقول لك مين هيدفع لك الرسوم دي. فانت بتيجي هنا وبتفتح الساب وبتختار لو عائلتك هي اللي هتدفع لك الرسوم دي. لو انت هتدفع الرسوم دي بنفسك. لو في موظف معين هو اللي هيدفع لك الرسوم دي. وهنا لو في مسلا جهة تانية هتدفع لك الرسوم دي. فانت هنا بتختار ازر وبتبدأ تدخل اسم الجهة دي. انا مسلا هنا هختار عشان خاطر اكمل معك الابليكيشن وبعد كده هو هنا بيأكد عليكم بيقولك هل انت دخلت كل المعلومات اللي تخصك وهل هي معلومات صحيحة قبل ما تضغط على فانت هنا بتقرأ الكلام ده لو انت عايز تقرأ بعد كده بتيجي بتضغط هنا على بعد كده بتيجي وبتعمل بعد كده هنا بيقول بيقولك انت خلاص هتعمل بتاعك بيقولك بمجرد من بتاعك هتعمل بيقولك ان البيانات الشخصية بتاعتك انت مش هتقدر تعدل فيها ولزلك انت لازم تكون متأكد من كل البيانات اللي انت دخلتها قبل ما تعمل بعد ما خلصنا طبعا وتأكدنا من كل البيانات بتاعتنا رجعناها مرة واتنين هنيجي نضغط هنا على بعد كده هنا بيقولك اللي هو انت عملت او بعدت بتاعك بنجاح وده الخاص بيك ياريت تحفظه هنا بيقولك بعد كده هنا بيقولك شكرا انك عملت بتاعك بيقولك ان احنا بنراجع بتاعك دلوقتي لو انت عندك اي اسئلة او اي استفسارات انت ممكن تسألهم عن طريق الايميل الخاص بيوم او عن طريق رقم التليفون وبيقولك لو انت عندك اي مستندات تانية عايز ترفعها فانت ممكن ترفع المستندات دي من هنا بعد كده بعد ما يقبلوك بازن ربنا هيتوصلوا معاك عن طريق الايميل بتاعك وبعد كده اجراءات دفع رسوم مسلا لو اتقبل هم هيتطلوبوا منك رسوم لو ما اتقبلتش يبقى انت ما دفعتش اي حاجة وبكده انا هكون شرحت لك طريقة التعديم على المنحة المقدمة من جامعة ميدل اللي موجودة في دبي لو لسه عندك اي استفسار او اي سؤال ممكن تسيبه في كومنت وانا هرد عليه ويا ريت في نهاية الفيديو ما تنساش تعمل لايك وتعمل سبسكرايب واشتراك القناة وتفعل الجرس عشان تتابع معايا كل ما يخص المنح ويا ريت تشاير الفيديو موسيقى 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 موسيقى